أعزائي الطلاب والطالبات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أرحب بكم في خدمة دروس المرحلة الدراسية الثاني المتوسط الفصل الدراسي الثاني المادة لغة الخالدة موضوع الدرس الوحدة السادسة البيئة الصحية الأسلوب اللغوي المدح والذن يسعى هذا الدرس أيها الأحبة إلى تحقيق الأهداف التالية أولاً معرفة أركان المدح والذن ثانياً تحديد المخصوص بالمدح أو الذن ثالثاً الإجابة عن باقي الأنشطة المتعلقة بالدرس فهيا معاً لتحقيق هذه الأهداف عزيزي الطالب أكتب رقم الجملة المناسبة في الموضوع المخصص عند كل رسم أولاً ما الصورة المناسبة؟ ما الصورة المناسبة؟ نفكر قليلاً أحسنتم إجابة رائعة سلوك إيجابي ثالثاً أذم من أسهم في تلوث البيئة؟ ما الصورة المناسبة؟ أحسنتم سلوك سلبي رابعاً ساء فعلاً الملوثون للبيئة ما الصورة المناسبة؟ أحسنتم إجابة رائعة سلوك سلبي عزيزي الطالب أضع كلمتي نعمة وبئسة في المكان المناسب تحت القائمتين السابقتين ألف وباء المجموعة ألف لله در المحافظين على البيئة أمدح من يحافظ على بيئته الخيارات الخيار الأول نعمة الخيار الثاني بئسة ما الإجابة؟ نعمة أحسنتم المجموعة باء أذم من أسهم في تلوث البيئة؟ ساء فعلاً الملوثون للبيئة الخيارات الخيار الأول نعمة الخيار الثاني بئسة ما الإجابة؟ نفكر قليلاً بئسة بئسة أحسنتم إضاءة أسلوب المدح هو الثناء بالصفات الحسنة أداته نعمة هو الثناء بالصفات الحسنة أداته نعمة أسلوب الثناء هو العيب واللوم أداته بئسة عزيزي الطالب أحاكي الجمل الواردة في نصوص الوحدة مع التنبه إلى مفهوم المدح والذنب الوارد فيها أولاً نعمة الإنسان النظيف عزيزي الطالب ما نوع هذا الأسلوب؟ الخيارات الخيار الأول أسلوب مدح الخيار الثاني أسلوب ذنب ما الإجابة؟ أسلوب مدح أحسنتم ما استخرج فعل المدح؟ نعمة أحسنتم عزيزي الطالب ما تعريف أسلوب المدح؟ هو الثناء بالصفات الحسنة أداته نعمة نحاكي هذه الجملة ما الإجابة يا أحبة؟ نعمة طالب المحافظ على نظافة المدرسة أحسنتم أسلوب مدح نستخرج الأداء أدات المدح نعمة أحسنتم ما تعريف أسلوب المدح؟ هو الثناء بالصفات الحسنة ثانيا نعمة حماة البيئة القائمون على منظماتها عزيزي الطالب ما نوع هذا الأسلوب؟ الخيارات أسلوب مدح أسلوب ذنب ما الإجابة؟ أسلوب مدحة أحسنتم نستخرج أدات المدح ما الإجابة؟ نعمة أحسنتم عزيزي الطالب نحاكي هذه الجملة ما الإجابة؟ نعمة حماة البيئة المحافظون عليها أحسنتم أسلوب مدح أداته نعمة ما تعريف أسلوب المدح؟ هو الثناء بالصفات الحسنة ثالثا بئس العمل تدمير التربة عزيزي الطالب ما نوع هذا الأسلوب؟ الخيارات الخيار الأول أسلوب مدح الخيار الثاني أسلوب ذم ما الإجابة؟ أسلوب ذم أحسنتم ما تعريف أسلوب الذم يا أحبة؟ هو العيب واللوم نستخرج الأداة بئسة أحسنتم عزيزي الطالب نحاكي هذه الجملة ما الإجابة؟ بئس العمل تلويث البيئة أحسنتم أسلوب ذم الأداة بئسة عزيزي الطالب أحدد أركان أسلوب المدح والذم مع الاستفادة من الأمثلة السابقة أولا فعل المدح نعمة الفاعل في المثال الأول الإنسان عزيزي الطالب نستخرج المخصوص بالمدح ما الإجابة؟ نفكر قليلا النظيف أحسنتم فعل المدح نعمة الفاعل الإنسان المخصوص بالمدح النظيف المثال الثاني نستخرج الفعل ما الإجابة يا أحبة؟ نستخرج فعل المدح أو الذم ما الإجابة؟ نعمة أحسنتم فعل المدح نستخرج الفاعل في المثال الثاني ما الإجابة؟ حماة البيئة أحسنتم المخصوص بالمدح القائمون ثالثا فعل الذم بئسة نستخرج الفاعل ما الإجابة؟ العمل أحسنتم المخصوص بالذم تدمير التربة عزيزي الطالب نستنتج مما سبق بأن أسلوب المدح هو الثناء بالصفات الحسنة أداته نعمة أسلوب الذم هو العيب واللوم أداته بئسة إضاءة يتكون أسلوب المدح والذم من أولا فعل المدح أو الذم نعمة بئسة ثانيا الفاعل ثالثا المخصوص بالمدح أو الذم نعيد يتكون أسلوب المدح والذم من أولا فعل المدح أو الذم ثانيا الفاعل ثالثا المخصوص بالمدح أو الذم إضاءة فعل المدح أو الذم نعمة فعل ماضي جامد يفيد المدح بئسة فعل ماضي جامد يفيد الذم إضاءة يأتي المخصوص بالمدح أو الذم بعد الفعل والفاعل عزيزي الطالب أملأ كل فراغ فيما يأتي بفعل مدح أو ذم مناسب أولا فراغ عادة المرء رمي القاذورات الخيارات الخيار الأول نعمة الخيار الثاني بئسة ما الإجابة نفكر بئسة عادة المرء رمي القاذورات أحسنتم عزيزي الطالب ما نوع هذه الجملة ما الإجابة أسلوب مدح أسلوب ذم نفكر أسلوب ذم نستخرج الأداة بئسة عزيزي الطالب ما تعريف أسلوب الذم هو العيب واللوم ثانيا فراغ الاستعمال وسيارات ذات محرك كهربائي الخيارات الخيار الأول نعمة الخيار الثاني بئسة ما الإجابة نفكر نعمة أحسنتم عزيزي الطالب ما نوع هذا الأسلوب الخيارات أسلوب مدح أسلوب ذم ما الإجابة أسلوب مدح أحسنتم نستخرج الأداة أداة المدح ما الإجابة يا أحبة نعمة أحسنتم ما تعريف أسلوب المدح هو الثناء بالصفات الحسنة ثالثا فراغ ملوثات مياه المحيطات البواخر المحترقة الخيارات الخيار الأول بئسة الخيار الثاني نعمة ما الإجابة بئسة أحسنتم ما نوع هذا الأسلوب الخيارات أسلوب مدح أسلوب ذم ما الإجابة نفكر قليلا أسلوب ذم أحسنتم نستخرج الأداة ما الإجابة بئسة ما تعريف أسلوب الذم هو العيب واللوم أحسنتم رابعا فراغ نظافة البيئة إعادة تصنيع النفايات الخيارات الخيار الأول بئسة الخيار الثاني نعمة ما الإجابة نعمة أحسنتم عزيزي الطالب ما نوع هذا الأسلوب الخيارات أسلوب مدح أسلوب ذم ما الإجابة أسلوب مدح أحسنتم نستخرج الأداة نعمة أحسنتم خامسا فراغ التلوث الإفراط في استعمال الأسمدة ما الإجابة الخيارات الخيار الأول بئسة الخيار الثاني نعمة ما الإجابة نفكر قليلا بئسة أحسنتم عزيزي الطالب ما نوع هذا الأسلوب أسلوب مدح أسلوب ذم أسلوب ذم أحسنتم الأداة بئسة عزيزي الطالب أحاكي الأمثلة التالية بئسة الحي المكدس بالنفايات عزيزي الطالب ما نوع هذا الأسلوب أسلوب مدح أسلوب ذم ما الإجابة أسلوب ذم أسلوب 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 ذم أسلوب أسلوب ذم أسلوب أسلوب ذم أسلوب 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 ذم أسلوب 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 أسل نعمة صفة المر النظافة عزيزي الطالب ما نوع هذا الأسلوب الخيارات أسلوب مدح أسلوب ذم ما الإجابة أسلوب مدح أحسنتم نستخرج الأداة نعمة أحسنتم عزيزي الطالب نحاكي هذه الجملة ما الإجابة نفكر نعمة صفة المسلم الصدق أسلوب مدح تعلمنا اليوم الأسلوب اللغوي ينقسم إلى قسمين القسم الأول أسلوب المدح هو الثناء بالصفات الحسنة أداته نعمة القسم الآخر أسلوب الذم هو العيب واللوم أداته بئسة هذا هو درسنا اليوم وإلى لقاء قادم بإذن الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر